رحمن الرحيم طيب اي حبيبي انت فاكر الهدف من الامبورت ايه يعني ان انا اروح على المين او المكان اللي انا مخزن فيه الكود اصلا الكود اللي هو الكلاس اللي هو البيت تمام ماشي واشنة طبيعي طبيعي مفترض منحطش البيت هنا في نفس الكلاس في نفس الفايل اللي هو المين المفروض نحطه في ملف تاني اسمه بت انا عملت كده ما اشتغلش اصلا قال لي قال لي طيب ماشي اه ممكن ايه ده الارر غريب ده ماشي طيب مفيش مشكلة خالص ممكن بعد اذنك تخذلي الكود من سطر رقم اتنين لحد سطر رقم سبعة وتحطه لي في ملف اسمه بت البيت دوت بي واي اعمل ملف اجد ايوه ايوه تمام بت تو تي بي واي والبي ايوه ماشي تمام بي واي تك انتر خط الكود فيه امسح اه امسح طبعا اه طيب البيت البيت المفترض انها تكون كابيتل ماشي يعني البي لا 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 اقصد البي البي في البيت يعني اللي هو اسم الكلاس منفترض اول حرة فيه كون كابيتل تمام هاي نروح للمين بقى كده ونبص يبقى احنا قلنا ايه فروم بيت فين البيت هنا فروم بيت امبورت بيت بس البيت هنا دي دي سمول وهنا كابيتل يعني هنا كابيتل لا هنا سمول ما هو انت بتقوله ايه من الملف اللي اسمه بيت اعملي امبورت للكلاص ماها بيت ماشي وبيت اللي برضه اغيره خليها دي كابيتل ايوه عشان الكلاص بتاعتك كابيتل دي كذلك طبعا اعمل رام زي اللي فوق نا السلام ها كتب ليش ارر اصلا فانا مش عارفه هاي زي نا هو بص هو كده صح كده كده معناه ان احنا الامبورت بتاعنا مزبوط ماشي بس انت بتعمل برينت الحاجة ماشي ده ده مموري ادرس يعني ده مكان في المموري عشان انت تحاول تطبع الماي كات والماي كات ده من نوع من نوع بت ماشي بس انت المفترض ان احنا ما نقدرش ندبع الكلاص بالمنظر ده الكلاص لما طيب خلينا الاول نشوف ممكن تبص على الهوم وورك الهوم وورك كان ايه كان بيقول ان احنا نعمل ميسود جوه الكلاص ممكن تفتح الهوم وورك كده او افتحه مش لازم تعمله شير بس يعني انا عايزك تبص عليه ايه ايه الكان المكتوب في الهوم وورك انت كذبت النام والسبيشيز والإيج والكولر صح كده وقال لك ريت ميسود ريت ميسود يعني هتكتب ريت ميسود الميسود دي بتقول introduce your pet ميسود يعني فونكشن جوه الكلاص قال لك ريت ميسود inside the pet ده في الريقوارمت رقم اثنين اه بسنت يعني عايزنا نخلي دي برضو ميسود الاثنين دول لا استنى بس استنى استنى انا عايزك تروح في الاول البيت ماشي جوه البيت ايوه جميل اعملي بقى ميسود فاكر احنا عملنا ميسود قبل كده في ولو عملناش ميسود قبل كده دي اول مرة نتكلم في الكلاس دي اول مرة نكتب كود عن ده اول كود اصلا ان انا بكتبه ده نكتبه عن الموضوع لا استنى بس يعني لا استنى بس طب ثانية واحدة ثانية واحدة خليني ابص على اخر حاجة احنا كده بنها كان نمسل انا كتبه ده بس كان انا كتبه ده زي حاجة بصيدة طيب انت عرف لي ميسود اسمها introduce your pet او introduce خلينا نشوف كده introduce دي شكلها عمل ازاي introduce طيب ماشي يبقى انا عايز ايوه تعال كده هنا اكتب def def زي دي بالظبط بس خلي مسافات يعني لازم ما بين كل والتاني لازم يكون في empty line لازم يكون في سطر فضي جميل ممتاز اكتب introduce ادلو ايه تديلو حاجة اسمها self ممكن اكتب هو كده المطلوب ان انا اكتب له مكاني يعني ماذا البيانت اللي انا عملها يعني طيب introduce دي المفترض انها تقوم مكتوب الاكترسيز بيقول ايه بيقول a method a method could introduce that prints a message like hi i am fluffy a three years old black cat طيب الكات بنجيبها منين والcolor بنجيبه منين بص انت فتح فتح الهومورج فتحه طيب يعني انت شايف ان احنا انه الراجل بيقول high and fluffy fluffy ده الاسم يعني الاسم الاسم اللي انت بخزنه هنا انت عندك variable اسم name وعندك variable اسم species species يما هيبقى dog يما cat ماشي وعندك color بتاع تمام تمام ماشي يبقى ايزا الجملة اللي هو كاتبها لك دي انت ممكن الage موجود عندك والcolor موجود عندك يعني انت اصلا مدخله في الconstructor انت فاهم حاجة ولا انا انت مش مجمع طيب بص i am fluffy ده ال name three years old ده الage تمام انا انا مدو جميل اكتب لي بقى print statement ماشي لا انت print statement دي تكتبها فين انت تكتبها في print statement دي تكتبها جوه المس وانا اقول my cat dot introduce يعني انا نادي على المس بص بقى بص لما بنعمل class ماشي المايك ات وحط self وحط اله في definition اللي هنا لا انا عايزك الاول تعمل definition بعد كان يجي نفكر حناديه ازاي يعني الاول اعمل the final function انت عملتش لسه the final function introduce introduce حبيبي مفهود نعمل فيها print statement ماشي هتطبع فيها name والcolor والage هتجيب منين البيانات بتاعت الcolor والname والcolor والspecies هتجيبهم من هنا كلهم هنا ماشي 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 انت ماشي بس انت ما هم ما هدي اي اصلا ما هدي اي ما هدي اصلا اصلا نسخة يعني دي وغدة قالت اي ان انا خدلي من البيت دي نسخة فاكر الفاكر الفيديو اللي احنا اتطرقنا عن اي المرة الفاتت الفيديو عمل اي مش عمل كحك او يعني دونات بالاستنبا فاذا mycat دي هتحتوي على بت والبيت دي اصلا جواه اربع اربع variables اللي هو الفلافي والكات تمام يعني انا اقدر ادخل هنا واعمل introduce اسمها اسمها introduce ودي هتضع لي اللي انا عايزه يعني انا مفروض اضع الكلام اللي انا عايزه هنا من هنا اي حاجة لها علاقة بالdata دي الdata دي متخزنة فين متخزنة جوا الكلاس مش براها يعني الdata دي انت متقدرش تخشها من برا الكلاس المفترض يعني النام انت متلابط ولا الدنيا طب اقول لك الحاجة يعني طب اقول لك الحاجة ممكن 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 تطبع هنا self dot name فين self dot name اهي انا دخلت فيها ايه قبل كده دخلت فيها النام اللي هي الفلافي طب اطبع نديلي على introduce كده هي introduce غلط بس معناها مش مشكلة اخدها كده copy paste ونديلي عليها من جوه المين بس اعملها copy paste عشان متكتبهاش غلط يعني اعمل copy للسطر رقم 9 ايو introduce دي ووديها للمين جاملة برينت اه استانة بس استانة بس بالراح تعالي تعالي هنا كده mycat dot introduce introduce دي عبارة عن method فهنعمل لها ايو اللي انت عملتله copy حطه هنا ايو جميل بس افتح اقواص بقى لانه دي كده عبارة عن method واي method بنا ديها لازم تحط الاقواص بتاعتك خط الاخواص هنا الاخواص بتاعتك هنا مالها صعبة ليه افتح وقف method method احنا افتح لي اي code احنا كتبنا املكات املكات انا عايز اي مكان احنا كتبنا فيه مصر املكات كله فاضي طيب شايف دي change letters ناديت عليها ازاي change letters تمام ايو طبعا ناديت عليها ازاي الاخواص بعدها تمام تمام لو فيها input لو في input هتحطه مفيش input هتخليها فاضية بس انا مش فهمها ايه انا انا فهم ال definition كده بس ايه اصلا ايه احنا خدنا الintroduction من هنا خدنا الintroduction من هنا اللي متخزن فيها خد بالك خد بالك الclass دي عبارة عن container عبارة عن box بيخفي كل اللي جواها ماشي انت خزنت جوا كل box معلمات مختلفة على التاني واحد عرفته كcat واحد عرفته كdonk المفترض ان كل واحد فيهم معزول تماما على التاني الكات مختلفة على الدب ماشي كل واحد فيه وليه species وليه age وليه color ماشي انت ما تقدرش تخش ما تقدرش يعني تعمل access لبينات دي غير من جوا يعني انت لو عايز تكتب اي بيه ما نخليهمش كلهم في واحد يعني الكلاس بالobject لا الobject بيتعرف في المين مش جوا الكلس نفسه انت بص انت بص انت عرفت قبل كده strings وعرفت قبل كده integers ماشي بس انت قبل كده ما كنتش تعرف الstring والانتجر معمولين ازاي هو البيتون عامل هوملك وانت بتستخدمهم بس انت لوقتي بتعمل type جديد ده complex type يعني طيب معقد فيه فيه بيانات كتير ماشي فالobject ده انت بتعمل variable من النوع bit فيه بيانات كتير الbit دي فيها بيانات كتير او ايه زي الاربع بيانات دول انت مشكلتك هل انت بتعرف بتروح جوه التعريف اللي كاتبه البيتون عن string والانتجر وتروح تعرف الobject variables بتاعتك بتاعت string والانتجر هناك ولا بتعرفها في المين انت كنت بتعرف الانتجر في المين الانتجر والstring والبوليان كلهم كنت بتعرف في المين فالتانية دلوقتي عايز تعرف الobject اللي من نوع bit جوه هنا ما هو ما ينفعش ده ده هنا انا بعرف ايه هو bit اصلا ما ينفعش كارية الvariable بتاعته هنا ما ينفعش المفترض ده معزول تماما عن الvariable يعني المفترض ان انت ممكن وانت بتبرمك تلاقي عزمش الرجيم تلاقي ممكن وحد من الكوليكس بتوعك او الزمال بتوعك هو اللي يكتب تعريف الكلاص دي وانت تبقى مستخدم للكلاص مش اكتر يعني حتى ممكن ما تعرف ش هيتشتغل من جوه ازاي هو يقول لك انت عشان تنادي على اسم الابجيكت نادي introduce عشان تشوف الابجيكت ده بيتكلم يقول ايه نادي على definition speak مسلا اوكي بس انت بتعرفش هو كاتب الكلام ده ازاي ممكن يكون الكلام ده اكواد كتير انت ما تشارف يا معونا ازاي ومهمكش انت راجل مستخدم للكلاص انت راجل مستخدم للكلاص مش انت اللي بتصمم ده في الحال تكين احنا لو خدنا introduce هتفيد باي يعني احنا اخدنا البد عشان اضح تعريفات سلف نام جميل introduce دي هي اللي تقدر تخش تجيب النام اللي هو متخز النام ده متخزن جوا الكلاص انت ما تقدرش من بره تجيب النام دي بتفتح دي اعتبر اعتبر ان البيت دي كده ادي البيت عبارة عن عبارة عن بوكس كده مقفول ماشي وعملنا من البوكس ده نسختين نسخة اسمها كات ونسخة اسمها دج تمام وكل واحد فيهم في نيم مختلف عن تان طيب جميل بل زمل اتنين نفس البوكس دي انا ماشي ماشي دلوقتي مين يقدر يخش يجيب النام بتاع الكات اي اي مسود جوه نفس الكلاص اي حد برا ما يقدر لا يغير النام ولا يعني يشتغل عليها ما يقدر مش مسموح لك فانت فانت المين بتاعك ما هوش عارف النام اللي جوه المين ما هوش عارف النام اللي جوه الكات اوبجيك ده ايه مش عارف ايه ولا النام ايه انت بسطوله مرة وخلاص وانتهت القصة على كده انت خزد روحت على روح للمين بعد ايه طيب طيب يعني دول كده غضب دول كده مش محتاجينه لا استنى بس بالراحة بس بالراحة انهي اللي مش محتاجينه انت مش محتاج الهالو مش محتاج الهالو ايام مش محتاج هتحطها في الديفنيشن هتحطها في الانتروديوس ايو في الديفنيشن صح ماشي سؤال بس اسألك سؤال الاول في سطر الرقم اتنين انت بسيط بسيط النام والسبيش صح بسيط كزا حاجة صح او لمصح تمام طيب هل انت خزنتهم في دول خزنتهم هنا في المين يعني انا لو حبيت انادي على في الفلوفي او او يعني اعمل بالفلوفي هقدر واحد لا انت بخزنتناش في انت بس بسطها في هو ده الوحيد اللي بتخزن في الفلوفي والكات ماشي اللي هو ده الصندوق ده فانت عشان تقدر تجيب النام اللي انت بخير لازم تعمل function او method هي اللي تقرأ النام ده وتقرأ النام ده تقرأ واحد واحد مثلا طيب ممكن بقى تعمل print بعد إذن ونشوف نشوف الoutput شكله عامل إزاي بس في الملكة انت حاطت cos هنا زيادة هاي اعمل read بقى كده هو في حاجة غلط احنا عاملينها بس يعني بس مبدئيا انا ما بقيتش اطبع الادرس بتاع الميموري انا بقيت بعض اطبع معلومة هو جاب الفلافي منين ممكن اعرف جاب الفلافي منين اشمعنا ده طبع لي الفلافي انت لو طبعك الكات مش هيتبقى لك حاجة هيتبقى لك ميموري الادرس ده ده كده هيتبقى لك عنوان وطبعه عشان انا مدي له الناس الفناي جميل ماشي ده حقيقي فعلا وانت تقدر تتحكي بإيه اللي يطبع انت بفوت تقول هنا كده ايام كذا طب كده بقى انا محتاج اعمل واحدة لكل لكل امبوت اه لا مش واحدة لكل امبوت انت حضيف حضيف التكست كله في برينت استيتمنت واحدة يعني اكتب انا برضو هو قال لك ايه قال لك اكتب لي hi i am fluffy i am وحط النام وبعدين قال three years old black cat three years وحنجيبها منين من الage جميل اعمل print في هذا الاسم هنا بقى اعمل print هنا sorry run 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 ايو 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 ها ها اديني ابتدت تلمر ولا لسه اه ماشي بس احنا بس احنا لما بنيجي نطبع حاجة لما بنيجي نخزن الage ده الage ده رقم مش عمره بيكون string عمره بالage بيكون string years old دي سبتة ما فيش اجل منطر انا بقى في واحدة هو على رخص مكان وقاللي على المكان لا مش فاهمك يعني الارقام اللي هو كان كاتبها ايه انا دي ايوة الارقام اللي كان كاتبها دي ده راح الرام كده ماشي وقال جاب لك المايكات المايكات اللي انت معرفه ده والماي دوج ده الادرس بقى بتاعه خد بالك اصلا انت احنا ما درسناش low level language يعني الاسف يعني انا ما ديتاكش low level language low level language انت هنا متدلع يعني كhigh level language يا راجل متدلع انت متدلش محتاج يعني عشان تكتب اكوات تبقى عارف الميموري ادرس بس في اللغات اللي هي بتاع الزمان من 340 سنة لما تيجي تكتب انت اصلا ما فيش حاجة اسمها عندك variable name انت اصلا بتتعامل مع هنا الرام مترقامة واحد اثنين ثلاثة لحد 16 مليون او 16 بليون لو الرام 8 جيجا ده معناه جيجا بايت لو ده معناه ان انت عندك 8 بليون ادرس في الرام جميل كلهم مترقامين 0123 لحد ما توصل ل8 8 بليون فطبعا هتلاقي ممكن تلاقي نفسك ايه ده ادرس مثل 5 6 7 8 20 مش عارف زي ما انت شايف كده هنا كل ده ده ادرس اوكي وده الادرس فين بقى اللي هو اللي معرف فيه بص اه دين اه طيب كده لا لا لابد ان انا اوريك اقفل اقفل انت فاتح انا محتاج افهمك القصة دي مش هتنفع للأسف لو شرحتها لك مش هتفهم فخليني اخدك اوديك بقى للبازك ان انا اوريك عزوز الرجيم فين 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 يا ربي فين اوكي اوكي طيب انت شفت الشاشة دي قبل كده شفت هنا انا وريتك دي قبل كده دي الرام اه ده المكان اللي فيه الادرس بتاع الرام وده الداتا متخزنة هنا ماشي زمان لما كنت بتكتب اكواد لازم تبقى عارف الادرس ده ايه عشان تقوله خزن لي داتا هنا او هاتلي داتا من هنا من الادرس ده ماشي دلوقت انت مش محتاج تعمل ده هو بيعمل جوه اما تقوله مثلا اعملي variable اسمه V حطيلي فيه تلاتة ماشي هو عنده كده جدول البيسون بقى automatic بيعمل ايه بيعمل لك جدول داخلي ويقول ان ان ال variable V ده متخزن في ادرس مثلا مية فانت متش محتاج في ال high level language دي ان انت تحفظ ان ال V متخزنه في مية لكن فيه اوامر ممكن تقولك ال V دي متخزنه فين يعني فيه اوامر ممكن تقولك بس انت متش محتاج ده ماشي ده دي حاجة هو بيعمل هلك automatic طيب الكود زمان كان عامل ازاي بص بقى شايف شايف في الامر ده ده امر ده امر في ال payson بيجمع رقمين ويخزنهم في سام دي فيه مشكلة فيه اي مشكلة من كده مفيش مشكلة صح طيب الامر ده السطر اللي انت كتبت في ال high level ده من غير ما تلقي بلا لأي حاجة بيتنفذ في low level language اللي هي اللغات القديمة بتلت سطور ماشي اللي انيال بقى ان التلت سطور دول بيتعامل فيهم ايش مع ذات بيتعامل فيهم مع مع memory address في الرام memory address 8 memory address 9 memory address 10 طب هل انت اتعاملت هنا مع addresses ولا ارقام حقيقية يعني خمسة او اتنين دي ارقام انت بتجمعهم مع بعض انت متش فارق معاك هم متخزين فين في الرام لا بقى هنا بيقولك ايه بقى load 8 روح ال cpu بقى العقل المفكر بتاع الكمبيوتر بيعمل ايه ده cpu بيقولي روح لي عند الادرس اللي اسمه 8 في الرام وهاتلي محتوى وخزينه جوه ايه العقل المفكر خزينه جوه مساحة اخزينية جوه ال cpu فحطينا هنا خمس اللي احنا جبناها من 8 ماشي وقات 9 قالك ايه روح لي للادرس اللي اسمه 9 وهاتلي ال element اللي جوه وضفها لي على اللي احنا خزناه من الامر السابق اللي هو الخمسة وخزنه جوه cpu فبدل ما بقى متخزن عندي خمسة خطينا السبعة هنا كده في المكان اللي جوه cpu ده مكان مؤقت بعمل فيه لعملات الحسابية فقط طبعا برضو انا مش قادر ادخلك في تفاصيل يعني العملية دي عملية النقل البيانات دي اصلا ممكن بتاخد ثمان خطوات يعني كونك تجيب حاجة من الميمور يعني كونك تنفذ الامر ده يعني دي مكان مخصوص لكل رقم في الامر لا لكل يعني للخمسة دي متخزنة في مكان ماشي والكين متخزنة في مكان ولا مؤقت طول ما البرنامج بتاعك شغال هيفضل المكان مش مؤقت لو البرنامج بتاعك وصل للإندي يعني انت عامل تكت رن طول ما انت الرن دي لسه شغالة هيفضل المكان محجوز اول ما الرن ترجع تاني مشتة ما بتعمل الرن اللي بيحصل بتعمل الرن كده بتغير تبقى ستوب وبيفضل غايب شوية بحكية يديك رن تاني صح طول الفترة اللي هو مكتوب فيها بيكتبلك فيها هنا stop ال data دي بتكون موجودة في الميموري لانه هو لسه ما مخلص تنفيذ اول ما خلص تنفيذ المساحات دي كلها تبقاش موجودة خلاص انتهت فهمت حاجة ولا انا انا ما ما فهمت يعني يعني بص يعني مثلا كل دول بيبقوا موجودين اثناء تنفيذ البرنامج فقط اول ما ينتهي البرنامج ال data دي ما تقدرش توصلها هي ما بتتمسحش ما بتتمسح بس ما بتقدرش توصلها يعني ال table اللي هو عمله لك واي لن في ال address 100 وال sum اللي مثلا في ال address 5 ومسلا افترضنا مثلا ان الخامسة دي متخزين ال variable تاني ماشي محطوطة مثلا يعني c اقول لك مش ال sum الخامسة والاتنين دول سوابط فمتثبتين اتعاملوا في اماكن الرام فاحنا لما بنجيبهم في اللغة الجديدة او بالطريق بالوقتي بمجرد احنا بنكتبهم لكن الحاجة الجديدة اللي احنا عايزين نعرفها هنعرفها في مكان ونطلبها من المكان اللي احنا بنعمل تيجي صحيح ومسلا عندي v فيها الاتنين وانا اقدر اقول v زاد f اقدر اقول كده وانا مقدرش طب ال f ال f دي variable وليه مكان في الميموري ومتخزن فيها خمسة وال v ده هكذا variable متخزن فيه زي ما قلتلك انه الكلام ده كله البيسون بيعمله لك automatic من غير ما انت تتعب من غير ما ما تضطر ايه يعني الprogrammer القديم كان بيضطر يحفظ اه هنا التمانية محطوط الحاجة الجديدة بقى محتاجين نعمل حاجة جديدة اللي مش متعرفة عليه اصلا لا مش يعني الحاجة جديدة مش يعني الخمسة ده عدد متعرف عليه اصلا مش محتاجين نحن طحية 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 ماشي المهم ان انا عايز اقول لك هيقول له هاتلي الناتج اللي انت جمعته ولسه متخزن جوه وحطهولي في الادرس الاسم عشر اوكي الخلاصة ايه الخلاصة انا ممكن ممكن يعني اللي انت بتعمله انه ان العشرة دي هو المكان اللي البيتون مخزنني فيه الارياب اللي اسم صم ده كده الادرس بتاعه عشر ماشي مش الداتا نفسها ومخزن الادرس فلما يحب يعرف في الصم دي متخزن ايه فيها في الزاكرة يروح على الادرس عشرة ويبص في ايه سبعة فلو انت قلت له مثلا سم هيبص في البيتون ايه الارياب الصم ده متخزن في ايه ادرس في عشرة يروح جايب اللي فيه وطبعه على الشاشة فهمت حاجة اه فهمت والله عظيم بقى امين في ربنا فهمت اه طيب ماشي فاللي انا عايز اقوله لك ان انت لما تبعت مباشرة ميكات اللي هي فاريابل ماشي ميكات دي مش هتطبع ما ينفعش تطبع دي عبارة عن داتا طيب يعني عبارة عن يعني ايه اقولها لك ازاي لازم تقوله حاجة يضبعها لك يعني ميكات مش هتطبع كده ميكات يقمة تنديله على فاريابل جوه الميكات يقمة تنديله على ميسوت جوه الميكات انترو مثلا او مثلا speak ساعتها تقدر تطبع ده كده او ده كده يعني لو سيبت له مايكاتل واحدة عملت print في المين لا 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 في حاجات هنتعلم بعد كده انه يطبعها لك بس هيطبع هو في الحالة دي في الحالة الحالية الوقت الحالي هيتبع لك الميموري الميموري أدرس بتاعها يعني هي رصدي لو كدفنا main cat my introduce و my cat ورحنا هناك طلبنا my cat introduce هيتبع لك هيتبع لك كل البيانات بالضبط كده بالضبط اقدر اعمل تقدر تعمل شير تاني حصة النور اللي فاتت فصلت في النص قبل ما نقول لي كنتش عارف النواة ده بيبقى في مكانة ده في مكانة وانا للأسف مش متذكر برضه بس مش مشكلة انا لا عايز اقوله لك هنا انه ان الage احنا بنخلي الحاجات المتكررة يعني روح للمين تاني بعد ازنى انا بس الحتة دي عارفة اوكي ماشي احنا الage ما بنخزنش فيها string بنخزن فيها integer اوكي هنخزن فيها الاتنين والتلاتة اوكي والyears old دي سابتة اقدر اضفها انا في الprint فيهمت حاجة ولا انا دي مش بفهومة او يبقى هنا هنيكتب age sorry اوكينا اوكينا جميل ممتاز اوكي نجرب رعا مران شوف ايه لا هيطلق تمام كده اشتغلت طيب طيب اسمح لي انا انا ستيل عايز انا عارف ان انا اديتك حاجة اا يعني لسه في جزء منها ما اتخذش كامل ماشي فاسمح لي نخلص نخلص بقيت الحصة اديك حاجة جديدة ماشي ونكمل وانت لما ناخد احنا الحاجة جديدة دي هيخليك هيساعدك ان انت تعرف الميسودز اللي ممكن تكتبها جوه فيه ستاندر فيه ستاندر ميسودز انت رفو تكتبها لكل كلاس هتتكرر معاك في كل كلاس ماشي خليني اشرح لك الكلام ده وده هيساعدك تعمل الهومورك تكمل بقيت الهومورك اتفقنا تعمل تعمل خليني خليني نكمل شرح باسم الهومورك طيب احنا دي اخر حاجة شفناها المرة لفايدات صح? طيب طيب احنا يا عايسين دي بقى عندنا حاجة اسمها جيتر for an object الجيتر كل كل كلاس كل كلاس هتعملها فيها حاجة اسمها جيتر وفيه حاجة تانية ماشي يبقى فيه حاجة الجيتر دي بقى عبارة عن ايه اي variable انت معرفه جوه الجوه الكونستركتور هتعمل له get get method الجيت دي سهلة سبتة بص كده شايف بس اللي مختلف هنا ايه الvariable get name get species get color get age بنسمي كل دول الجيتر يبقى اي variable انت معرفه جوه الكلاص في الغالب هتحتاج تعمله get تمام طب ليه عشان هو مخفي جوه الكلاص المين ما تعرفش عنه حاجة وطالما المين ما تعرفش عنه حاجة انا لازمني طريقة اعرف المين باسم الobject او ال species بتاعت نوع الobject او ال color بتاع الobject يعني color بتاع cat وال name بتاع cat وال species بتاع cat ماشي تفهمت حاجة لقى لسه لسه اعتقد لسه الدنيا مش واضح صح يا عباد عباد مش سامعك انت فين ايوة معا طيب بص كده ده مثال الجيتر الجيتر عبارة عن مثل اسمها get name وبتاخد ايه بتاخد self لانه هي بترجع حاجة هي في النهاية عايزة ترجع حاجة فمش هتاخد بغير حاجة اسمها self طب self يعني احنا كتبناها من شوية شبه introduce بس انا في introduce عملت print انت بعملتش return اخد بالك بس هنا بعمل return طب انا هعمل return ايه انا عايز اعمل get عايز اعمل cam get عايز اعمل get name get species وممكن description وممكن color على حسب بس انا في الغالب اي variable انا معرفه هنا محتاج اعمل له get عشان اشوفه وعرفه برا برا الكلاص لانه مفيش طريقة كل ده متخزن مقفول عليه خزنة جوه الكلاص ما اقدرش اوصل فهمت حاجة اه طيب جميل طيب نبص على بقية الgetters بص شايف كده انا عملت ايه alligator name get name get species get description كل اللي عملته ان انا بس عملت return self dot name طيب بص بقى طب انا ليه باستخدم كلمة self ايه self دي تقدر تنجب ايه self دي مفيش لانه ميتي خالص و يعني ايه استخدمت مرة فوق استخدمت نفسي هنا طرفنا عليها ثاني هنا ممكن يعني تكون طيب طيب بصي حبيب دلوقتي انا الpet دي ممكن يطلع منها cat وممكن يطلع منها dog وممكن يطلع منها حصل وحمار ماشي كل واحد فيهم ليه اسم مختلف وليه species مختلفة ولها description مختلف انا عايز انا عايز اقول له اا عايز اخلي عايز اخلي يميز ما بين الobject المختلف ما بين المختلف فهو لما تبصيله self كده هو self دي انت لو انت بصيت introduce انت ما ديتوش حاجة أصلا ده هو automatic البيتون بيعملها لك انت بتكتب هنا self a بس انت لما جيت نديت introduce لما قلت my cat introduce انت ما حطتش حاجة هنا حطت كلمة self هنا ما حطتها حطتها جوة print كده وخلاص صح او انا غلطان طب انت ما كتبتش هنا بس انت لازم تكتبها في التعريف بتاع الفونكشن طيب بص بقى ال main automatic بيعملها لك ليك انت بيبص على my cat ويقول my dog ويقول للبيتون ادي له ايه النسخة دي يعني النسخة الماي كات دي اللي احنا معرفينها قبل كده هي دي اللي هتتقاصف self فself دي زي ما تقول كده ايه زي ما تقول كده زي ايه انوان او او رابط يوصلنا بالdata اللي متخزينها في my cat عشان يفرقها عن الdata اللي متخزينها في my dog طب انت ما تطوب منك تفهم حاجة عن self غير كده لا انت كل الميسود هتكتبها جوه والclass هتكتب فيها self هنا لازم تكتب فيها self لازم ماشي والself دي هتستخدمها في ايه جوه الميسود دي هتعمل بها access للvariables اللي هي هنا فيهمت حاجة او انا زي ما قلت ان انا معرف name وspecies و description لمتغيرات كتير my cat و my dog و my horse و my donkey حاجات كتير او ماشي عشان يعرف لازم استخدم self عشان يعرف الvariable name ده بتاع انا بتاع الكات ولا بتاع الدج ولا بتاع الحمار ولا بتاع الهورس اتفقنا فيهمت حاجة يعني او طيب ماشي طيب انت فهمت انا عملت ايه هنا كده وهنا اه طيب طيب شفت هنا نادة على get my name ازاي مش دي سابه اللي هو اللي انت عملتها في introduce شايف هنا كده اه بس طبعا معرف هبقى فين get name دي ما هو get name مك يعني اه تمام تمام ماشي انا عارف انه يعني لسه لسه الدنيا هتسخن معاك هي مساءة وقت بس اوكي طيب الديسكرايب دي بص الديسكرايب دي فيها ايه بص الديسكرايب دي انا حطت فيها الريتين برضو ماشي طيب الديسكرايب دي هو شايف الطريقة اللي هو عملها دي الطريقة دي عشان ينظم البيانات ظهور البيانات في سترينج فراح عمل لي انه ايه دي هتبقى خاصة بالنيم ودي خاصة بالسبيشيز وده المكان بتاع الديسكرايبشن يبقى ديسكرايب دي هتجيب كل الريتين دول وتظهرهم بترتيب معين وهو حط العلامة دي وبعديها الاخواس اللي فيها الريتين انت فهمت حاجة ممكن ممكن نستأذنك تكتب print statement مش انت مش انت عملت pet class ممكن بتاعتك تحط فيها print statement شبه دي اعمل شاير ولا اعملها بس نعم حبيبي اعملها بس ولا اعمل شاير اعملها ولو واجهت مشكلة ابص معاك انا هدخل في ال في ال في ال في ال في ال بيت ايوة بالزبط واخلي ال self واحط ايه لا ماشي انت ماشلتش ممكن تكتب describe ممكن تعمل ميسو جديد اسمها describe وتكتب هذه كده بالزبط زي ما هي كده ممكن اعمل 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 اشتركوا في القناة 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 ايه الروري حبيبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انت متأكدينة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب آآ ممكن نحط بعد زي ما نحط هنا هو بياخد كل واحدة يحطها في مكانها لا مش زي فناء يعني اخر الاولانية حطها هنا ايوه طب ليه بقى احنا هنا كتبين ضد ما هو حطي لك ضد هنا ده على حسب الكلام انت عايز تحطه عايز تحط كم يعني انت عايز تظهر الشكل عامل ازاي عشان ما هو انت الطريقة التانية الطريقة التانية ان انت بتقعد يعني بص البديل هنا البديل اللي انت كتبته دي ان انت تقعد تكتب تقطع الكلام بالمنظر ده ايوه ايوه وضحك كده دي طريقة تانية يعني انت ممكن تيجي هنا كده بعد الاس الاخرانية تحط ايه color تحط space color اه فاهم فاهم انا بقولك ايه والله صعبة اه اه طيب ماشي فاهمي ابني ايه والله طيب ماشي طيب بص انا عاوز اقولك على حاجة انت تشايف اللي النن اللي عملت الطبع دي ام طيب النن دي بتطبع ليه طيب ماشي طيب ماشي طيب ماشي طيب بص انا عايز اقولك على حاجة انه لما يكون عندك print لما يكون عندك انت method جواها print ومفهاش return فما ينفعش في المين تحطها جواه print حتى الله لك none الprint اللي جواه المين دي دي جواه المين اللي جواه المين ده بيعمل ايه عايز حاجة يطبعها فالحاجة اللي هيتطبعها دي لو انت حطيت له my cat dot describe ما هي describe دي اصلا ما بترجعش حاجة ما فيهاش اي return هي بتطبع بس يعني انت بتناديها تروح تطبع ده اللي هو ده هيتطبع ومش هترجع حاجة ماشي طيب انت عايز هترجع اه حط هنا كده كلمة return you you are bad هترجع هولك هترجع 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 نفسها ننفعش يبقى يا كده مش خاصة بال انت لازم تحطها هنا معمولها ايوة جميل اكتب لي بقى اي مسلا اعملي كده done هم بس اي اي لازم تكون في double عشان ما دينيش اير هم اضبع ها شفت بقى هنا بقت بقت ايه يعني هو طبع هو طبع ايه هو طبع اللي رجع من المسود لو حطيت له ثلاثة هنا يعني من غير شلت وحطيته ثلاثة هيتبقى لغ ثلاثة ايه بس هو فين اللاين اللي بيقوله اطبع ايه ما اهو طب اطلع على المين فين انت من ادي اتسكرايب فين انت من ادي اتسكرايب هنا انت حقيتها فين فين البرينت اهو طب مش عايزه يطبع شل البرينت دي خالص وهيشتغل على البرينت اللي هنا اهو وخلاص طب كده ايه لازمة اه الابجكت عشان نحط يعني الامبوت ايه ايه لازمة الابجكت مش فاهم يعني مش فاهم اشنعط الامبوت يعني دخلوا المعلومات دي يعني اهو انت بحتاج تخزن معلومات كتير عن عن اه اه حيوانات مختلفة اه انت لسه بردو لسه بردو ما تخمرتش في مخك ليه منستخدم الابجكت او ليه منستخدم او ليه منستخدم صح؟ لسه اه مش ده يعني مع نستخدم ديفينيش العادي طيب اوكي ماشي 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 اوكي طيب خلينا نكمل طيب بص بقى احنا هنستخدم زي ما عملنا لكل اه جوه الكلاس اه يعني بعد كده نكتب ماشي هنعمل برضو ست لو انا عايز بعد ما انا هنديت على الفنكشن انا اول ما هنديت على على البت دي وعملت سمتها فلافي افرض انا رجعت في الكلام وعايز غير الاسم هغيره ازاي هعمل variable جديد لأ لازم يكون عندي طريقة اغير بها الاسم بتاع الحيوان فانا هعمل set name والset name ده هياخد ايه بقى هياخد self والname وياخد ال name اللي انا الجديد اللي انا عايز اغير به ده ويحطه في ال variable اللي هو self ال self name اللي هو متخزن جوه الكلاس فهمت حاجة ولا صعبة ما فهمتش نا خالص بأمرت ربنا طب تاني معلش طيب لا 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 استنى قبل ما تقول قبل ما مش رح تاني ممكن بعد اذن حضرتك تحطيني السطرين دول في عندي اشتركوا في القناة 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 بس هتحطها سترينج زي ما بصيت ده سترينج ايوان جميل طب هتلي بقى كده الديسكرايب دي انقلها لي وحطها لي واحدة تانية كمان تحت زي بزبط بس من غير برينت لانه البرينت ملهاش اي لازم هنا ماشي بس اشيل الايو تمام اعمل راندق طيب بص بقى ايه اللي حصل لما غيرت الاسم واعملت تبعلي الاسم الجديد هنا طبع بست فيلافي وهنا كانت تابع فيلافي اه فاهمت تأثير الست نيم دي عمل ايه يعني الست نيم دي بغير فيها بغير في المعلومات نفسها في المعلومات التي انت سيجع 여기 ايوه في المعلومات اللي هي الاوبجيكت بتاعت الاوبجيكت اه لكن حيضة إياه بلايو؟ بالأكد لا ما هي ليه دوع بالكلاس؟ انما بيعملش فيه حاجة ما كنت فاكرو يعني بيطبع حاجة لا هو غير بس ما غيطبعش يعني البرينت دي ليها لازمة؟ اني برينت انت شوير لي على اني برينت تقصدها اللي في شطر ثمانية لا مالهاش لاي لازم لانه مش هتبع لك حاجة اصلا عشان كده بيطلع لك نان انت لو بتيجي تعمل ست لأي حاجة مش بتطبع حاجة اعمل رانوها مش هتبع لك نان دي خلق ها شفت اختفت النان؟ وانا ما اختفتش اختفت واحنا قدرنا نغير الاسم طيب انا زي ما غيرت الاسم اقدر اغير الكات اقدر اغير الاسبيشيس واقدر اغير الاج واقدر اغير الكالر طب ازاي؟ اعمل ست ايج واعمل ست اسبيشيس واعمل ست كالر ودي الجديد فيه بالزبط كده تمام؟ يبقى انت قدر تتغير اي بيانات انت بحتاجها بس انا كده بقى بحتاج اعمل لا برضو دي فنشان هنا لازم 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 اوكي فيه احيان بيكون عندك اه زي يعني اه اه كومبايلر او او انتر بريتر للبايسون اه بتقول له مثلا بتعمل رات كليك كده يطلق لك قائمة يروح تقول له اديني كل السيترز والجيترز يروح ميكالية هوم لك اوتوماتيك يعني فيه حاجات على الديسك توب فيه برامج على الديسك توب اول ما تعملها رات كليك خاصة نديه بس تديه في الجافة اكتر بس مهم انه هتلاقي لو انت بتستخدم IDE عارف يعني ايه IDE IDE شبه طيب احنا الوقتي بنكتب البايسون فين؟ احنا بنكتب البايسون البايسون في النهاية الكمبيوتر ما بيفهموش البايسون البايسون محتاج حاجة اسمها مترجم يترجم البايسون لواحد وصفر اللي بيفهمهم الكمبيوتر عشان يتنفزوا اوامر السي بيو العقل المفكر بيفهمش غير واحد وصفر انت اللغة دي انت بتفهمها ده كلام مفهوم انجليزي ماشي؟ الكمبيوتر ما بيفهموش انا محتاج مترجم يترجموا لواحد وصفر عشان السي بيو يفهموا وينفزوا جميل؟ جميل طيب انا لازم انا في الوقت الحالي بستخدم موقع اسمه ريبلت عشان يقوم لي بالقصة دي جميل؟ جميل طيب لو انا ما استخدمتش الريبلت ده فين؟ على الكلاود يعني موقع على الانترنت طيب لو انا مش متوصل او اي دي اي تمام؟ ممكن تدخل كده بعد اذنك افتح لي كده تاب فاضي هنا واكتب لي بايسون اي دي اي اه ايو ماشي لاى مغير الاونلاين بس ماشي شللي كلمة اونلاين دي خلص بس الاونلاين ده هيجبلك الحاجات احنا مش محتاجين حاجة اونلاين. اي دي اي وخليها خلي الاي دي اي كابيتل وشلي الاونلاين. تمام. اعمل سيرش بقى. اعمل انتر. تك انتر. تمام. او برضو طلق لك اه. طيب. ادخل على البايسون ارج. ده الموقع الرسمي بتاع البايسون. لا هنا هنا حبيب هنا حبيب هنا. ماشي? ادخل على داونلود. تمام. طيب خلاص ماشي ماشي. ادخل على كلمة ويندوز. جميل. انزل تحت بقى شوية كده. ماشي. خلاص. اه ثانية واحدة. اوقف. انت على حسب نوع الكمبيوتر بتاعك. احيانا الكمبيوترات بتبقى اربعة وستين. واحيانا منها بيبقى اتنون وثلاثين. اي حاجة من دول هتنزل لك اه اي دي اي. اسمه اي دل. بالمنظر ده كده. ماشي. الايدل ده هيخليك تقدر تكتب بايسون من غير متحتاج الريبليت. بس طبعا مش بنفس التنظيم والجمال بتاع الريبليت. ماشي. يعني بداية شوية تاني. هل فيه اي دي اي ستاني. اه فيه اي دي اي ستاني. بس تقيلة شوية على الكمبيوتر. ماشي. بس الايدل خفيف جدا. طيب. اللي انا عايز اقوله لك انه. الخلاصة بتقول ايه. الخلاصة بتقول ان احنا. اه. انا والله ما نسيت احنا اكون عايزين بنتكلم. ايه اللي خلانا نطلع على الاي دي اصلا. مش عارف. فكرني يا ابني احنا كنا بنقولي في الاول. انا نسيت. اه. حاجة هنا بس مش فاكرة كنت ايه برضو. بقى كنا بنكلم من الكمبيوتر. ما بيفهمش. اللغة. تمام. اه. ولازم نعمله ترجمة. جميل. طيب. اللي انا عايز اقوله لك بقى هنا. الخلاصة انه. في بداية للريبليت. بس انا برضو مش فاكر ايه اللي طلعنا لل اي دي اي. والمهم انه. الريبليت محتاج ترانسليتر. وبرضو انا مش فاكر احنا قلنا الكلام ده. اه. اوزم انا شفر رجيم. اوزم انا شفر رجيم. نعم مش فاكر للأسف الشديد. خلينا نرجع لله. للسلايد. خليني اكمل بقية السلايد في الوقت اللي بقى. خليني اعمل شير. طيب. اوكي. ماشي. طيب. اللي انا عايز اقوله لك هنا. هو الراجل بيقول ايه. زي ما عملنا ستل النام. ماشي. اوه. لما تعمل ستل النام. قالك نادي على الديسكرايب. عشان تتأكد ان هو غير الاسم فعلا. ماشي. دي حاجة. الحاجة التاني. قالك ايه. create three more different types of pets. giving them name, species and description. فاهم يعني ايه ده؟ يعني ما تيجي تعمل كذا كذا اوبجيكت. ايوه. صح. 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 هتعمل الثلاثة اوبجيكت. زي ما انت كده عملت الكات والدوج. ممكن تعمل واحد مثلا دونكي او الهورس او او تورتويز مثلا اللي هي الصلحفة. اه اه. على اساس انها ممكن بتتحط في البيوت. واستخدم الset والget مع ايتش بيت. يعني مع كل واحدة منهم. من الثلاثة اللي انت هتعمل. الثلاثة الوبجيكت دول. هتستخدم الset والget. ماشي. ام. وتنادي بعد كده على describe عشان تتأكد اللي انت هغيرته. اشتغل فعلا وظهر في describe. ماشي. ام. غير كده. احنا كده نعتبر خلصنا اللي كنا عايزين نقوله. خليني ابص اذا كان. لا دي هنتكلم فيها حاجة جديدة خالص. ام. دي هنعمل فيها class جديدة خالص غير الbit. فخليني ناخدها اه المرة جاية. ام. طيب. انت دلوقتي شايف ان انت ممكن تكمل بقيت الاكسرسيز. ممكن تحاول بقيت الاكسرسيز. ولا لأ? وبقيت الاكسرسيز ايه? بقيت الاكسرسيز هتعمل اه ميسودز تانية. فيه ميسودز مطلوبة منك. ممكن بعد اذنك تبص عليه. وتعمل لي. دلوقتي انت فاكر. طب انت فاكر. مش احنا لسه عاملين من شوية. ال 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 لأ انت حتى جيت نيم نفسها نفسها ما عملتهاش صح? لا ما مش جيت نيم انا عملت هتكتب طيب انت انت كتبت مباشرة يبقى الدول برضو واجب عليك اللي هو بس انت في حالتك انت عندك يبقى تعمل جيت كمان مباشر اعمل الديفنيشن للديفنيشن? لا. يعني مباشر اختصر اربع الديفنيشن يتفضل بينهم كلمة في الديفنيشن واحدة? اه ممكن بس يعني ممكن ممكن تقدر تعمل كده اه بس لازم لازم ياخدوا معين ممكن تقدر تعمل كده فعلا يعني يعني ممكن ايه مثلا اتريبيوت او جيت داتا مسلا وتخليها تاخد ايمبوت وبناءا على ايمبوت ده مسلا لو خدت واحد ترجع النام لو خدت لو اديتها اتنين ترجع الاسبيشن او عايز تكتب لها هنا كلمة كده ماشي? اه 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 وتقارن النام بايف ستيت من جوه لو لقيت ان هوم اديك النام رجع له النام لو لقيته كتب لك الاسبيشن رجع له الاسبيشن لو لقيته ما رجع لك لو لقيته ما ادي لك هنا الاج رجع له الاج بس انا شعيف انت بتكبر على لابسك الموضوع ماشي ها اتفعنا خلاص? اي اسئلة تانية? طيب خير ماشي شوفك المرة جيد ان شاء الله اشتركوا في القناة